سباق محتدم الخطة نحو قصر الإليزايب بات أكثر ضراوة بعد انحسار المنافسة بين المرشح الشاب لرئاسة الفرنسية إمانويل ماكرون بنسبة تصويت بلغت 23.75% من الأصوات وزعيمة جبهة الوطنية الأقل شعبية مارين لوبان بنسبة 21.53% من الأصوات التي ستحمل أحدهما إلى داخل القصر الرئاسي الفرنسي دورة ثانية من الانتخابات الفرنسية ستدر رحاها في السبع من أيار لحسم المعركة بين ماكرون ولوبان الذين يستهدفان بخطاباتهما البراقة شرائح معينة من الشعب الفرنسي الحالم ببلد آمن خالا من مظاهر الإرهاب التي تغطى على المشهد العام في باريس ومستقبلها اقتصاديا بلد خالا من البطالة وأزمات المهاجرين واللاجئين استطلاعات الرئي الفرنسية الأخيرة رجحت كفة الميزان لإصطالح المرشح الشاب الذي يبني كل طروحاته حول خط أساسي يقضي بالتوفيق بين الحرية والحماية فيدعو إلى إصلاحات كثيرة ليست واضحة المعالم تشبه مواقفه المراوغة الماكرة التي يمكن تسويقها بين اليمين واليسار على حد سواء طروحات هي في حقيقتها تماثل الوجه المتوحش للرأسمالية الغربية أما مارين لوبان وبعد اجتيازها عطبت الدورة الأولى من الانتخابات سارعت إلى إعادة تركيز خطاب الفوز الأولي على استياء الفرنسيين المنسيين الذين يعانون من البطالة ومن ترد أوضاعهم مدعومة في ذلك بموجة قومية تشطح أوروبا لإقفال كفة الصبل والثغرات بواجه المهاجرين وحتى اللاجئين مضيفة إلى وعودها الانتخابية وعدا بتعليق الهجر الشرعية ومعتبرة أن الدورة الثانية ستدفع الفرنسيين إلى الاختيار بين العالم المتوحشة المجسدة بخصمها ماكرون والبديل الأكبر أحلام وردية ووعود براقة يطلقها كل من المرشحين الفرنسيين للشعب المنهك من قيادات مترهلة داعمة للإرهاب عبر عقود من الزمن والذي يأمل بأن يصدق المرشحان بوعودهما ويجلبا الأمن والاستقرار الأمني والاقتصادي إلى فرنسا المتهالكة